وصلوا عملية صحب استمارات اكتتابة توقيعاتين وصل العدد الإجمالي لراغبين في الترشح الذين صحبوا الاستمارات بغية المشاركة في رئاسية 12 ديسمبر إلى 89 شخصاً بما يتعلق بسير عملية المراجعة الاستثناء الانتخابية أكد على دراع عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلف بالأعلام أن هناك بعض رؤساء البلدية يعرقلون سير العملية الانتخابية وقد تلجأ السلطة إلى القضاء للحد من هذه التصرفات التغطية لإيمان طبيب حصيلة اليوم هي 89 راغب في الترشح من حق رئيس بلدية أني يقول أنا ما ننظمش الانتخابات من حقه ولكن موش من حقه يعرق العملية الانتخابية العملية الانتخابية عملية وطنية ومصيرية من صراحة وصراحية السلطة حين الأدلة لما إنسان يقوم بعرقنا موبية وتثبت عليه السلطة سواء السلطة المستوى الوطني أو الوسطة الولائية أو البلدي تتقدم القاضي والقاضي يفتح التحقيق وهو اللي يتابع الإجراءات ترجمة نانسي قنقر